ايل المنجق حيوان رقيق ايضا ويعيش في الغابات الصينية الكثيفة وهو يشكل فريسة للنمور والذئاب والنسور لذلك يفضل العيش منعزلا ويتحرك ببطء وحذر حيث يختبئ اثناء النهار ويخرج متأخرا في الصباح واول الليل للتغذي كما يتمتع بحاستي الشم وسمع قويتين يعرف ايضا باسم الايل النابح لانه يبدأ بالنباح كالكلاب عند شعوره بالخوف ويمكن سماع صوت نباح من مسافة بعيدة لتحذير الحيوانات الاخرى من الخطر لكن ايل المنجق ليس الحيوان السري فالحيوان السري يطلق صوتا غير